يا هبايل لا تخلوا حدا يضحك عليكم من السورايح ما حدا يقول لك إذا شغلك مش مرتاح فيه اتركه إذا شغلك ما بحقق شغفك اتركه أوعك ترد على هذا الحكي والله اليوم اللي عنده شغل يحمد الله ويظل ساكت ويدير باله على شغله ويشتغل بإخلاص لأنه بغير هيك كل ياتلان صف صفين في الشارع بندور على شغل واللي بيحكي لك أو بيحكي لك اللي مهتم فيك بخلق الوقت عشان يتطمن عليك ويحكي معك كذاب واللي بيقول لك لو مهتم كان جاب لك هدية ولو بسيطة الهدية مش بثمنها الهدية ببساطتها الهدية بالإبداع وراختراعها واكتشافها وتحقيقها سيدقوني هذا كله كذب بعد ما يفرموكوا بخلاط الرأس مالية قاعدين هسا بيشتغلوا على تفتيت العلاقات بدهم إياك يتظلك عايش وحيد منعزل عشان مخك ما يفكر بإشي غير بالشغل ترجمة نانسي قنقر